بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة يا جماعة ناخد المحاضرة التسعة من الفيزيكال فارماسي بعنوان الأدزوربشن أول حاجة إيه هو الفرق بين الأدزوربشن والأبزوربشن كلمة أبزوربشن يعنيها امتصاص وأن المادة معناها أن المادة تدخل جوه مادة تانية زي الأسفينجة لما بتاخد مية فالمية جواها خلاص ففي الحالة دي اسمها أبزوربشن أما أدزوربشن ودي معناها ادمصاص أو امتزاز خلاص ودي إن المادة بتاعتنا بتتعلق على السطح بتاعة مادة تانية ما بتدخلش جواه لو داخلت جواه ده اسمه أبزوربشن فلو بقيت على السطح بس ده اسمه أدزوربشن المادة اللي بيحصل لها أدزوربشن اللي بتمتز على السطح اسمها أدزوربيت والمادة اللي بتمتز على السطح اللي بتمسك على سطحها هي اسمها أدزوربنت خلاص كده أدزوربنت وأدزوربيت طيب يبقى إيه هو الأدزوربشن هو الأكيوميليشن أو السابستنس versus surface of solid خلاص مادة تانية السابستانس اللي هيحصل لها accumulation هي الabsorbate هيحصل لها على surface بتاع مادة تانية اسمها الabsorbent طيب الabsorption هو الpenetration اختراق مادة لمادة تانية بتدخل جواها طيب ايه هو adsorption هو adsorption with a highly borous solid معناها يعني يعتبر كأنه زي الabsorption مع مادة borous مادة مخرامة يعني خلاص بتدخل ايه حتى حاجة جواها وعلى سطحها طيب ايه هو الdesorption هو عكس الabsorption هو remove بتاع الabsorbate من على surface بتاع الabsorbent ده اسمه desorption طيب ايه انواع الabsorption بتاعنا عندنا positive adsorption و negative adsorption طيب positive adsorption لو concentration بتاع الabsorbate is more in the surface as a compare to its concentration in the bulk يعني التركيز بتاع الabsorbate في السيرفس اعلى من تركيزه في المحلول نفسه فده اسمه positive adsorption خلاص زي الميسيلين بلو على المحلول الميسيلين بلو بيلزق بكميات اكبر من اللي حتى موجود في السيريوشن اما الايه هو الnegative adsorption هو الكنسنتريشن of the adsorption is less than its concentration in the bulk يعني هي موجود منه اوكي حصل adsorption بس بكمية قليلة خلاص زي مسلا لما تعمل دايلو سيريوشن من البوتاسيوم كورورايد is shaken with a blood charcoal it shows negative adsorption طبعا الامثلة مهمة جدا الadsorption اكوليبريا او الايزو سيرم او اللي هو عند الاتزان اللي هو حصل adsorption قد ايه المادة قد ايه والوسط التشبع قد ايه ده اسمه ايزو سيرم كلمة ايزو سيرم جاية من سبب درجة الحرارة لان درجة الحرارة لو اتغيرت هيغير كتير جدا الadsorption لاما يزوده لاما ايه يقلله اصلا ويشيله يعمل desorption طيب فيه two types of adsorption فيه عندنا physical adsorption وده associated مع van der val forces بيبقى ضعيف جدا physical forces بالضبط كده زي مغناطيس لما يمسك مسامير حديد ففي الحالة دي اسمه physical adsorption بيمسكه فوق بعض وبيبقوا ايه بيبقى الرابط ما بينهم ضعيف اما chemical adsorption ده لو لحمت المصمار في الايه في المغناطيس يبقى chemical adsorption هو عمل او الاسمه chemisorption وده عمل chemical combination عمل تفاعل functional groups اتفعلت مع functional group تانية في الadsorbent والadsorbate مزكه في بعض خلاص فده بيبقى chemisorption بيبقى اقوى بكتير desorption هو معناها ان انت تمنع او تشيل الadsorption وده ما يبيجي غالبا بالتسخين خلاص لو رفعت درجة الحرارة او قللت الpressure في الحالتين دول هيحصل desorption انت لو عايز تعمل charcoal activated بيقول لك يعمل ايه سخنه حطه على النار هو بيسخن جدا يعني ايه ما بقاش مسك حاجة على سطحه يعني ايه مستعد بيمسك اي حاجة عشان كده الناس لما بديجي تسافر بتحط في التلاجة طبق في فحمة بيكونوا مسخنين على النار لما بتسخنوا على النار انت بتعمل ايه بتشيل منه كل الحاجات اللي كتمسكة فيه فلما بيرجع تاني او بتحطه في اي مكان هو هيمسك كل الروايح او الحاجات اللي هي مش مستحبة في المكان ده طيب ايه الفرقة او المقارنة ما بين physical adsorption و chemical adsorption ال physical reverse والمغناطيس ممكن يمسك كده مسموعه ويرجع تاني ال chemical irreversible وما بيرجعش تاني خلاص مسك تمام طيب هنا ال process is exothermic خلاص ال process بتاعتنا في physical exothermic هنا surface reaction only proceed above certain temperature وغالبا بتبقى exothermic وممكن تبقى endothermic يبقى هنا فيه احتمال ان هي تبقى endothermic طيب المغناطيس لما بيمسك مسامير ما بيمسكش طبقة واحدة بيمسك طبقات كتير بس كلها ضعيفة لكن ال chemical ده بيمسك بربطة فهو ما ينفعش يمسك طبقات فوق بعضها هو just هيمسك ايه طبقة واحدة فبيعمل one layer فهمتوا ازاي؟ one layer بس ممسك كويس قوي اما ده طبقات كتير جدا بس ممكن يقعهم لإيه بشوي ترق بس طيب adsorption at solid gas interface لو انت عملت interaction ما بين solid adsorbent زي charcoal مثلا او الكوالاين مع اي vapor او gas خلاص اللي هو ال adsorbate هيبقى فيه قوة ضعيفة weak forces between the two molecules to a strong surface reaction ممكن يحصل تفاعل على حسب هو physical ولا chemical the degree of adsorption depends on the chemical nature بتاع ال adsorbate طيب adsorption at solid liquid interface ممكن برضو solid و liquid زي ال aluminum وال charcoal برضو بيحصل لهم ايه؟ بيحصل adsorption وده بينفع في حاجات مثلا زي dyes والalkaloids والفاكي أسد والانورجانيك أسد خلاص طيب هنا ال adsorption is more complicated لانه فيه competition ما بين solid وال solvent على ال solid liquid interface على ال adsorbent يعني ال solid وال solvent نفسهم يعني مش من ال solid بس مش الحاجة اللي دايبة بس لا ده كمان المية نفسها هي هتحاول ان هي تمسك في ايه؟ على سطح ال adsorbent ال adsorbent ده بيبقى universal هو بيمسك اي حد تمام كده؟ طيب ال factors اللي بتأثر على ال adsorption عندنا اول حاجة solid concentration طبيعي ان انت لو زودت ال solid في المحلول طبيعي ال adsorption هيحصل كتير لانه بقى فيه منه كتير فكده المستقبلات او ال adsorbent تقدر تمسك كتير برضو surface area زود surface area بتاع ال adsorbent طبيعي انه هيمسك ايه؟ هيمسك كمية كبيرة لان انت بدل ما كنت معرض مساحة سطحة دي كده لان انت كبرت المساحة دي فطبيعي ان هي هتعمل ايه؟ هتمسك اكتر على السطح الاكبر طيب يعني لو زودت درجة الحرارة كمية amount of adsorption اللي يحصل لها ايه؟ هتقل لان انت ترفع درجة الحرارة هيحصل desorption طيب طيب انت ممكن اصلا يبقى عندك المادة بتاعتك بس مش اكتيفيتد او هي مليانة السطح بتاعها مليان حاجات تانية فانت بتيجي تقول انا حطيت الفحم والله في التلاجة بس الريحة اللي هي مش مستحبة في التلاجة لما بنسيبها مثلا سنة سفر لسه موجودة لسه موجودة ليه؟ لان اصلا لما انت حطيت الفحم هو كان مشبع بالمادة هو ماسك كمية من الهواء على سطحه فهو مش يمسك حاجة تاني فعشان كده احنا بنعمل له اكتيفيتشن بنشيل الامبيوريتز علشان يبقى جاهز ان هو يهاجم المادة او يمسك المادة يعمل ادزوربشن للمادة اللي انا محتاج ان هو ايه يمسكها طيب ادزوربنت سوليوت انتر اكشن طبعا هنه هما بيمسكوا مع بعض بيمسك سارو بريكنج البونز ويعملوا فورميشن لنيو بونز وخصوصا لو هو كيميكال ري اكشن يعني لو هو ايه كيمي كيميزوربشن خلاص كده طيب سولفنت كومبيتشن زي ما قلتلك السوليوت بتتنافس مع السولفنت ممكن السولفنت نفسه يقول للسوليوت لا ثانية واحدة انا اللي همسك في الادزوربنت فده معا بتاخد بالك من الموضوع ده كمان البي اتش بتاع الميديم بتاعنا بيأثر على بتاع الادزوربنت فممكن يأثر على الايه لو خصوصا لو كيميزوربشن البي اتش ممكن يأثر بتاعنا ممكن يخلي المادة تدوب او متدوبش او يأثر على حتى التفاعل اللي ما بينهم تمام كده طيب ايه هي الابليكيشنز بتاعة الادزوربشن يعني انا هستفيد بيها في ايه اول حاجة دي لو انت عندك مادة ملونة وانت مش مصحابي باللون ده انت ممكن تحط عليها تشاركول على فكرة هيسحب اللون جدا منها يعني هيخليها مادة ايه مادة شفافة زي عن طريق ان انت بتحط معاها مادة ادزوربنت تمسك كله ده وتخليلك المادة بتاعتك او الميا بتاعتك شفافة جدا كمان هما دراينج ايجنت هي مادة مجففة انت ممكن تحط تشيل ميا من اي اورجانيك ليكل عن طريق انت تحطها مع شوية الومينا او سيليكا جيل اللي هي بتبقى موجودة في اللبس الحاجات السيليكا جيل دي بتبقى ادزوربنت عالي جدا 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 كمان السيرفيس ايريا برضو بنقدر نستخدمه الادزوربشن كطريقة نعرف بيها السيرفيس ايريا لان احنا عندنا علاقة كل ما السيرفيس ايريا تزيد كل ما كمية الادزوربشن يزيد كل ما المادة الادزوربية اللي مسكت تزيد فممكن بحسبة معينة بطريقة معينة حسابية اقدر اعرف الايه السيرفيس ايريا قد ايه طيب الادزوربشن كرومتوغرافي انتو هتاخدوا بعد كده حاجة اسمها علم الكرومتوغرافي علم الفصل بالالوان وده برضو بيفرق معنا على اي فيه ميكانيزم بتاعته او فيه ميكانيزم من ميكانيزمات بتاعته اسمها الاثوربشن يعني المادة دي تمسك اكتر فتمشيش والمادة دي تمسك اقل فتجري بسرعة فمادة تخرج قبل مادة فبفص المواد عن بعضها عن طريق الاثوربشن وده هتخذوف الكروماتوجرافي بعد كده كمان الميليس ناليوزيس ودي مهمة جدا طبعا انتم مؤكد سمعتوا عن اقراس الفحم او او كربون دي من الحاجات المهمة جدا لانه هو بيعالج الفلاتيولنس او الانتفاخ زي ما بيقوله او الغازات خلاص زي الاتشاركول انت كل القصة انه هو بينزل بيمسك كل الغازات على سطحه وبيقلل الانتفاخ اللي ايه اللي موجود في جسم الانسان من الحاجات اللي ممكن تعمل كمان حاجات زي كده زي السايمسيكون اللي احنا تكلمنا عليه في الان في السرفاكتنت خلاص يبقى من الحاجات اللي هي تفرق جدا كمان بيستخدم كمان في الديالايزينج سيليوشن لو انت ممكن تحطه في الهيمو دياليسز عشان يخسل الدم انه بيمتز على سطحه المواد السامة ويخلي الدم يرجع بيور تاني بطريقة بسيطة جدا كمان الاثر ايه اللي ممكن التشاركول ينفعنا في الريموف بتاع البايروجين من الانجكتاب والفليويتز البايروجين دي سموم بتبقى دايبة في السائل ما بنقدرش نتخلص منها بسهولة ممكن التشاركول يمسك البايروجين ففي الحالة دي نقدر استخدمه البايروجين ده من المواد اللي هي بترفع بايرو يعني حرارة جين مولد مولد حرارة لان البايروجين من الحاجات اللي بتسخن درجة او بتسخن جسم الانسان كمان ممكن يستخدم في الكاتاليسز ممكن الادزوربنت يكون هو الوسط اللي هيحصل عليه التفاعل فيمسك الادزوربيت اللي هو مش لازم يبقى مادة واحدة ممكن يبقى المادتين اللي هيتفعلوا مع بعض ويمسكوا مع بعض على نفس السطح ويتمعملوا تفاعل كمان في الصوفنينج وفي هارد ووتر هارد ووتر هو المية اللي بيبقى فيها الكالسيوم فمن بترغيش كويس فانت ممكن تحط لها مادة تانية تمسك الكالسيوم آيونز دي فاتحولوا من او زي السيليكا مثلا فاتحولوا من هارد ووتر لصوفت ووتر كمان يفرق معنا في حاجات اسمها الجلاس ماسك خلاص اللي هي الماسكات بتاعتنا اللي هي بتحوش عننا بيبقى فيها تشار كول فده بيمسك الغازات السامة وكده وكمان في الكلاريفيكيشن اوف شوغر عن طريق ديكالارايزنج بايت رييتنج شوغر سيليوشن وزي تشار كول بودر عشان يتحول السكر من اللون الاصفر او البني لللون الابيض مع ان الحاجة اللي بيشيلها التشار كول في الحالة دي هي مواد ده انتي اوكسر انت مفيدة جدا فمحدش يفرح ان السكر بتاع اللونه ابيض مش لونه بني البني افير كتير جدا من الابيض كده شكرا للمحاضرة رقم التاسعة